أسار البلوغر الإماراتي بدر خلف جدلاً واسعاً عبر حسابه الرسمي على تويتر حيث نشر تغريدة جديدة بصورة اختبار حمل وعلق عليها قائلاً صباح الخير مفيش مبروك وعقبها على الفور بتغريدة أخرى قال فيها يا رب يسر لي حملي وولادتي وقل رعيني برؤية جنيني سالماً معافى يا كريم وعلى الفور تلقى بدر خلف العديد من التناقضات عبر المنشور الجديد وصخر المغردون منه حيث جاءت تعليقاتهم مبروك يا بدرية نحن في 2020 كل شيء جايز هي الولادة إمتى بدر خلف هو بلوجر شهير يسير الجدل من حين لآخر حيث كانت آخر أزماته على السوشيال ميديا حين نشر صورة بروفايل يمحي من خلالها الشارب والزقن بالأدوات التجميلية وظهر بشعر بني قصير وناعم مع المكياج كما إنه يشارك دائماً مع المتابعين طرق ووصفات للعناية بالبشرة والشعر وبالرغم من استنكار رواد السوشيال ميديا من أفعاله إلا إنه لم يحدد جنسه حتى الآن فهو من المعروف أنه رجلاً لكن أفعاله توضح بأنه أنسى ترجمة نانسي قنقر